أقول يا شيخ أنا مدرس للغة الإنجليزية هل تعليم اللغة الإنجليزية جائز في المدارس وهل راتب المدرس حلال محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك أخي الفاضل أولا لا بد أن نعلم بأن تدريس اللغات من الأمور المباحة وقد يتعين أحيانا إذا كان ثم حاجة أو ضرورة مثلا والكسب من وراء تعليم هذه اللغات يعني كسب حلال لأننا إذا قررنا بأن أصل تعلم اللغات هذه على الإباحة وقد يتعين أحيانا للحاجة فالراتب يكون حلالا وللا الحمد لكن أهم شيء أنك تبيت النية بأنك تعلم لأجل يعني رفع المستوى الثقافي والعلمي لدى الطلاب وكذلك أيضا تعتني بالمصطلحات الشرعية مثلا وتتجنب المصطلحات التي ربما إذا ترجمت إلى العربية تكون مضادة لما عندنا من اعتقاد ومن شريعة مثلا يعني يوجد بعض المفردات ما يناسب ذكرها لكونها تتصادم مع ما عندنا من دين وعقيدة وشريعة فتتنبه لهذا وإلا الأصل أن هذا من الأمور المباحة